اصدقائي العزاء. اهلنا ومحبا بكم بحالة جديدة يومية استفتاءة على قناة خوزتي. طيارة ورق. كنت قاعد عمل اقلب في مواقع التواصل الاجتماعي. المهم لقيت موقع بيستعرض تجربة الطيارات الورق. وان الناس يعني ايه مؤخرا نتيجة الحصر والكلام دوت. لجأت لها يعني كطريقة ان هي ايه بتسلي بيها نفسها وتضيع بيها اه وقتها. طبعا الموقف ده رجعني ايام يعني ايه الطفولة مع ولاد الحبتة لما كنا بنعمل طيارات بالوان واحجام مختلفة وكنا بنسابق في الكلام دوت. بس هي برغم ان هي هواية جميلة جدا وكلنا بنحبها وبتكتسب الكبير قبل الصغير لها. بس انا حابب اكد ان الطيارات الورق او ممارسة هواية الطيارات الورق. اه لها مخاطر. اه لها مخاطر. اه حابين تعرف او هي? طب. تعالوا مع بعضنا نستعد المخاطر ديها. طبعا عشان اه تمارس اياضة او تمارس هواية اه الطيار الورق. اه لازم تطلع على اعلى حتة في البيت. صح? اه يعني انا مثلا في البرنامج او الموقع اللي كان بيستعد التجربة ديها. لقيت ان في ناس وقفة على غرية الحمام. غرية الحمام اللي هي التقفيسة او اه حاجة كده صندوق او قفص بيعملول الحمام يقعد فيه. فالناس وقفة عليه. طبعا اه مفيش اي حماية حواليهم. وهو واقف عن مال ايه? ماسك. طبعا الطيارات بيباليها احجام كبيرة واحجام صغيرة. اه الحجام الكبيرة دي محتاجة ايه? حتة عالية قوي قوي عشان ايه? يملك ويقدر ان هو ايه? يعني الطيارة تطير فيها. اه لك ان تتخيل اللي واقف على غرية الحمام او واقف على سطح. مالوش اه اه طابزين او ليه الجدران للحماية. بيبدأ ان هو ايه? يمسك الطيارة عمال ايه? عشان الهواء والكلام ده ويبدأ يرجع يرجع. اه على ايامي لما كنت صغير كنت باسمع ان في ناس بتقع. اه من على السطح او الاماكن المرتفعة ديت. فانا حابب احزم الكلام ده. لو سمحك. لو هتمارس الهواية ديت. اه من مكان عالي. عشان بيتطلب مكان عالي. اه لازم تتأكد ان المكان اللي انت وارف فيه متأمن. يعني متصور. ما تعرضش حياتك او حياة اطفالك او اه الصغيرين او الاطفال الصغيرين معاك للخطر. لان دي رقم واحد اه من المخاطر اللي هي الخاصة اه بممارسة هواية الطيارات الورق. اه تاني حاجة. الطيارات الورق لما بطيارها طبعا يعني ايه في اماكن سكنية. ففي احتمالات ان الطيارة تتلامس مع ايه? اي كابلات كهربة. اه صح? اه لان بيتباليها ديل كده طويل والكلام ده. فاحتمال الموضوع اللي يحصل اه كبير جدا. وده من يعني ايه بيدي امكانية لعملات ايه يعني صعق او تلامس حرايق الى اخير من الكلام ده. فلازم اتأكد ان انا وانا بستخدم ابراماس الهواية ديت. ان تكون في مكاني واسع. مكان اه مفهوش يعني ايه? اه كابلات او ناس او كلام ده. اه تالت حاجة لما بمارس الهواية ديت طبعا مع الاحجام الكبيرة وشدة الهوا فممكن ابو سلاقي ان ايه اه ايدي بتعلم. يعني بيحصل ايه اه جرح كده. ولو الهوا شديد شوية ابو سلاقي ايدي ايه بيحصل لها ايه اصابات. بتتفاوت الدرجة بتاعتها بحسب الدبار او الخط اللي انا بستخدمه وكذلك ايه شدة الهوا. الحاجة الرابعة ان انا الخط حوالي رجلية بيكون كتير. فوانا بسيب للطيارة ممكن الخط يجي حوالين يلتف عليها يكعبيلني اقع او يحصل حاجة اه مش مظبوطة. تاني بقول ان ممارسة اه هواية طيارات الورق ممارسة او هواية جميلة جدا كلنا منحبها بس من فضلك قبل ما اتمرسها لازم تراعي الاعتبرات اللي احنا قلناها ديت. اه علشان ما سببش ازا او اصابة لحد. اخر حاجة حابة بقولها قبل ما اختم الحلقة. ان ساعات وانا بستخدم الطيارة ديت في اماكن سكنية او اماكن زحمة. الطيارة لسه ما اخدتش الاتجاه بتاعها او المصار بتاعها. فتلاقي الطيارة ايه? بيقولوا بتضرب بروس يعني او بتضرب بروس. يعني اما تضرب يمين يا شمال. فممكن تنزل على اه حد من المرة ناس رايحة جاية تيجي في عين حد. فدي برضك واحدة من المخاطر او الحاجات اللي ممكن اه انها تحصل نتيجة ممارسة الهواية ديت. فارجوكم لو حابين تمارسوا الهواية ديت ضعوا في اعتباركم اه كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها النهار ده. عشان نمارس الهواية اه بطريقة امنة ونستمتع بيها بدون اي اصابات. دونتم بصحة والى اللقاء.